حكاية امام عشور اللي ما بتخلص هل امام عشور هينتقل للنادي الاهلي؟ هل امام عشور هينتقل كل يوم بتيرو الكلام ده كل يوم امام عشور راهم النادي الاهلي كان عامل متلا كبري امام عشور حضر عزومة عشاء عملها محمود حمدي الونش لعب الفريق ليه لعبي الزمالك في الساعات القليلة الماضية امام عشور في الاعداد دي اقسم لهم انه لا يتوجد اي مفاوضات مع النادي الاهلي وان الامر مغلق تماما بالنسبة له وان وضعه هو انه يستكمل رحلة احترافه مع مثل او ينتقل لفريق اخر في اوروبا ولكن لو هيرجع فهيرجع نادي الزمالك ده كلام امام عشور لزماله في نادي الزمالك تاني ده كلام امام عشور لزماله في نادي الزمالك في الوقت الحالي في الوقت الحالي بكرة انا محدش يعرف بكرة في ايه الزمالك كمان صرف مكافئة الدوري عن الموسم الماضي وبعض المكافئات المالية المتأخرة قبل مباراة السوبر عشان يحفز لعبيه لهذه المواجهة ويشيل من عليهم بعض الضغوطات كمان الزمالك اغلق اي مفاوضات مع اي لاعب ينتهي عقده او طالب انه يتعدل عقده الى ما بعد مباراة السوبر ومسؤولي نادي الزمالك وصفه المباراة انها هتكون مباراة الموسم وهتكون حاسمة في مصير كثير من اللاعبين مباراة الموسم